السلام عليكم البنات من تكونوا بخير وعلى خير اليوم فيديو جديد البنات سوف نحضر لكم على بعض المنتجات ما بين مركض ونوريدل نفس السلسلة التي كنا نقوم بها مقارنة الأتمينة ولكن سوف نرى منتجات التي سنحتاجها في شهر رمضان المهم هنا البنات لدينا هذه المنتجات المكتوبة في السيرو نوع السبار غير في المكسيك أمريكان وكولومبيا المهم البنات سبار كما أقول لكم والبنات كما تشوفوا واحد النوع سكر ولكن عسل مجهد شي نقوله شي خمسة عشر مرة على سكر نصر معلقة هذه العسل غير لأنها في شوية معلقة صغيرة وراغية غير نقطة منه كي يقدر يدير لنا يعني يدير لنا الحلوة بزف في آتي ولا في القهوة ولا في أي حاجة بغينا نديرو في يعني خمسة عشر مرة خمسة عشر درجة بوتينة على السكر وطبيعي البنات المهم هذا بالنسبة الناس اللي كانوا كي يقولوا لي عفاك قولي لنا شي نوع ديال حاجة اللي نقدروه هذا يعني نديرو بيع القهوة والأساين ما تكونش السقار الأبيض عندكم هذا البنات راكين في ميركادونا وده بغي نوري لكم ديالي المهم في ميركادونا كي يدير جورو خمسة عقلو لتتمن ديالو باش نوري لكم اخوه راكين في ليدل باش نقارنو التمن ديالو هنا البنات كيما كاتوفو هدا هو ديال ليدل راكين ما كاتوفو داك شي اللي قتلكم هو أصلا مرضيش لبل بلي بلي ليدل كاتبين بلي راديال ميكسيك ولكن هناك تعافى بلي هاد هاد النوع ديال الصبار كي يغير في ميريكا كولومبيا والميكسيك المهم ميكسيك قال لي معروف عليه بززاف هاد النوع ديال الصبار الحلو كيما كتلكم التمن ديالو أرخيص في ليدل وكيدغير أرخيص في ميريكا دابا غادي ندوزون شوفو انقارنو ما بين كاكاوب بورو ديال ليدل والكاكاوب بورو ديال ميركا دونة دابا البنات شفنا الكاكاوب بورو ديال ميركا دونة اللي كيدير بجوجره و 85 فيه 265 غرام والبنات قال لي كاكاوب بورو ما فيه لا سكر لحتاجي حاجو هادا وولا كيصدق الحلويات والكيكات المهمان اللي القيت في ليدل هادا اللي كيدير بشي 3 اورو شي حاجة مركا فالور ماشي ديال لييدل هادا ولكن كان ديال لييدلي كيدير وقليتو شئير ور اسائي اواثين ولكن كان النس يقول لكرا يعتدي لهذا ما يعني ميركا دونة ولكن كان هذا الهدا المركا الأخورة اللي يعني بورو كان بورو ناتورال وكان ذاك اللي ماشي بورو يعني مخلط المهم هذا ولا يكيصل حال الحالويات وذاك شيء سوف نرى هذا ما أخبركم اليوم لا تنسوا ما تنسوا هذا ما يتجرون 50 أخبركم الأنواع الأخرى المزيدة في الفيديو الفيت بالنسبة للناس الذين يريدون أن يعرفوا الحمص ويجب أن تغيرها أو هذا ما أخبركم في الفيديوهات الفيتة إما هذا سوف أضربوا عليها لبناء لا تنسوا وخا تديروا في الكوكوت لا تنسوا كما تنسوا وخا تديروا في الكوكوت لا أريد أن تنسوا بأن تكونوا تعرفين وعرفوا الناس الذين يتمكنون في الشهر رمضان الذين يتمكنون الإصابات سوف نرى النقاة الدقيقة التي تصعد بها البيتزة المردون في الفيتة سوف تنسوا وفي الفيتة ولا أقلتوه مرة و مرة و لا يجبوه ديمة ولكن في مركادونا ديما وجد لدينا عقل على 8 دقيقة البيتزا تخبروه هنا تحت في الكومنتار لم أكن اعطيتكم في مركادونا نعم في مركادونا 45 الشيط اللي كان يقلب علي لا نعد لديم نرى المقادر السبب سوف نحتاجي أكثر في الشباقية البنات مركادونا هنا سوف نرى سيسامو أو زنجلان المهم 150 جرام يدير بأورو و أورو بعين هنا نقوله وخاق قليل ولكن عند المغاربة يكون كتير وهذا يعني كتير وثمان يكون بربعة أورو ولكن دي المغاربة لا نعرف علش كتكون في واحدة الريحة غاي كتتبدي تديري فوق النار كتتلق في واحدة الريحة خانزة بزاف لأن الناس يترون لكم نفس المشكلة قلوا لنا في الكومينتاري والتحت لأنني لا نعرف علش ندفو ولكن لن تشري دي المركضون ولا تشري دي شي سوبر لا تكون في ذلك الريحة اللي تطلع فيها بحل ريحة الغمولية المهم وخاة دمك يدير في الشباكية ولكن جيت نقول لكم البنات باللي رأخفضو لي في الثامن كان واقع لكن يدير بججره وخمسين دابدارو ليه ججره وخمسة وعشرين مهم ما درها فيه بخادة دي بريسيو مشيت اللي دل لقيتو كيدير اصلا في تمال لولاني ججره وخمسين شوية زايد على دي المركضون ولكن فاش خفضو ولا أرخيص على دي المركضون اللي خلاه بججره وسبعة دابا غادي ندوزو نشوفو اللوز نقي ميسين جرام اللي كيدير بججره وثلاثين في مركضون هذا دي المركضون وعندهم بعض الأنواع اللي غادي نوريهم لكم قبل ما نوري لكم دي اللي دل وما غا نوري لكم قبل الأنواع اللي عندهم وما كينش في اللي دل عندهم غير هذا اللي صورته لكم تماما دياله ولكن ما عندهمش حاجات اللي غادي نوري لكم هنا بحال مثلا اللوز مقلي بحال مثلا لوز مقلي غادي شدود وتحنين واتدي اللي فالسفة وديكش ما عندهم ما عندش ليدل وما هنا غادي نوري لكم كيمكن ما كاتشوفو البنات اللوز اللوز مقشر ومقلي كيدير بججره وأره وثمانين لمائتين جرام فى مركضون عن رمزية نصرح ما كانش حنديو فاللول ولكن دابا هكين مقلي يعني بلا ما تشدين تي اللوز وتقشره وتقليه وتحنين باش ديري لفصفة ولا تديري بسميتو المقشرة و المقشرة و المقشرة و المقشرة و تجيب تحني أكبر بقصده سيارة و تحني أكبر نرى النوع الثاني في ميرقادونة هاها البنات من الميندرا و الأولى اللوز بلا جلفة اللوز بلا جلفة بقصده سيارة و اربعة و سين بالنسبة لناس اللي باجين يصيبوا البرويات بلا مانتي تش دي اللوز طيبية و سميتوت حي دي القشرة تجي هنا تلقيه واجد تشري اللوز محيدة للجلدة ودك شي مزيان كهيد لك بنسبة الناس اللي كيكونوا خدامين دك شي كيحيد لهم بزاف ديال تسع و بزاف ديال الوقت يعني باش نتيت يعني تأوري الوقت دابا غدين دوثو عالبنات نشوفو اللوز ليف ميركادونا عفوا ليف ليدل اللوز ليف ليدل التاوا نفس ديال ميركادونا ميتين غران كيما قلت لكم وكيدير التامان ديالو جوجرو وتعود عشرين يعني بين وبين ميركادونا عفوا سنتيم المهم يعني اخذتي هنا ولا اخذتي في ميركادونا نفس التامان دابا غدين دوثو نشوفو هادا ديال نس كيلو ديال خمسمية جرام اللوز اكس اكس ال اللي التامان ديالو كان كيدير في اللوز خمسة اورو وثمينة وتسعين ودابا دارو ليه ربعة اورو وثمينة وربعين البنات مزيانة هادي ديال نس كيلو يعني مزيانة ومن القيود اكش يعني ما مضرب ما حتى شي حاجا اه وهذا اول كبير كابلت لكم انا الصغير اللي بحلو بحل ميركادونا ولكن هادا الكبير هادا ديال خمسمية جرام ورا ما كيش في ميركادونا دابا غادي ندوز نشوف زيت ديال الكوكو اللي هي اصلا ديال الطبخ وتقدير ديال حتى الشعر يعني زيت كوكو طبيعيا لا ديال الشعر لا ديال الاكل كيف 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 كتقدر ديال الطبخ تقدري ديال في الحلوات تقدري ديال في كل شي يعني فاش قلبتها انا من اللور ما في حتى شي مونتج اشنو اللي فيها في اقال لك زيت الكوكو وصافي يعني زيت الكوكو صافي ما مخلطة مع ما فيها اشتادك الكوكو اللي في اه في الزيت اه خيرا سول المهم هادا كيدير ابربعة اورو وخمسين ديال ميركادونا هيك ودابا غادي ندوزو غادي نشوفو زيال اه ليدل اه كيف كنت تشوفو البنات الزيت ديال الكوكو اه بيو وطيق اللي بتهم اللور ما فيها تحتاجي حاجة فيها غير الزيت مئة في المئة هذه تقدر ديال الاكل تطيبو بيها وتقدر تستعملوها الشعر يعني غير انتو ما بشكونوا هاز بشكونوا مثلا القرعارة عادي نهار تكون تبيت ديالها في شعرك هزيها بشي معلقة تكون قية ديال كوزينو ديالك تصلي تكون انتك تخلط فيها الخلطة ديال الشعر والطياب كذلك لا تقطر احتاط طيبي على الناس لكن بح المثال الاسيوين وهذاك شي رغما شدولة في اسيا وفي جنوب امريكا بكي يبقوا يطيبوهما اصلا بزيت الكوكو ما يطيبوشهما بزيت بحام النهكة عادية ويقوم بخلطها مع الترشي حاجة زيت كوكو مية في المية البنات ويقوم بعمل 3.19 أورو في ليدل المهم تبينها رخصة على ميركادونا وبنسب الناس يسهلون على هذه الماكينة و هذه القطعة هذه الشباكية هذه القطعة هذه البنات كتبع في ليدل ولكن كانوا يجيبوها غير صفل الصيف هذه القطعة احنا اخذناها في رمضان اللي كان جاء في الصيف يعني اللي يجيبها الصفل الصيف ليس كي يجيبها دبا رمضان غازي كيدورو يعني دبا ما عافتش موحل واش غازي يكون جيبوها في ميركادونا ولكن بقوا تلو مرة مرة راكي يكونوا كيجيبو هاد الماكينة هذي بزاف المهم هاد الماكينة دينا ملقيتها شراكينا في ليدل أونلاين يعني كتبيديو كيصدك حتى الدار ملقيتها كينا موجودة كينا عند شينوا وكينا عند البازرة ديال المغربة وموجودة يعني ماشي شي حاجة اللي صعيبة تلقيها المهمة بناتمنى عجبكم فيديو وإلى عجبكم من تساوشنا لايكات وشكرا لكم ومسمحت الفيديو جيد شاء الله بسلامة اشتركوا في القناة